اشتركوا في القناة هو كان بيتمنها ايا كانت الامنية دي الامنية دي ربما متعلقة بزواج او بمال او بوظيفة او حل المشكلات في حياة الرأي الرؤية دي بتبشر الرأي بالفرج واليسر بعد العسر وهي رؤية عودة الميت للحياة في المنام مرة تانية فاللي يشوف ان الميت رجع للحياة مرة تانية وبتكلم معاه في الحلم ده بيدل على الصلاح والطق ورؤية عودة الميت للحياة واحتضانه في المنام بتدل على طول العمر ورؤية عودة الميت للحياة وتقبيله في الحلم بتدل على اقبال الخيرات والزيادة في الرزق بإذن ربما عز وجل عودة الميت للحياة في المنام مرة تانية بتبشر بالفرج بعد الكرب وصلاح الامر بعد الفساد واللي يشوف ان الميت بيرجع للحياة مرة تانية وبيجلس معاه في الحلم ده بيدل على الصلاح في الدين ولما تشوف شخص متوفي يرجع للحياة مرتانية واخد منك شيء في المنام ده بيدل على المرض الشديد اما عودة المات للحياة مرتانية ويعطيك شيء في الحلم ده بتدل على السعادة بتبشرك ان ان شاء الله في اقتراب رزق في الفترة المقبلة رؤية المتوفي كانها حية في المنام بتدل على تحقيق امنية غالية بتبشر ان شاء الله بتحصيل الحقوق لدى المقربين منه اللي شوف ان ميت بيرجع للحياة مرة تانية وبتجوز في المنام ده بيدل على احياء امر كان بيظنوا الرأي او الحالم مستحيل ولكن رؤية عودة المات للحياة ومصاحبته في الحلم بتدل على السفر البعيد للرأي اذا كان يعني يصيف فيه الخير الكتير اللي شوف ميت بيرفقه ويبيرجع المرة للحياة مرة تانية ده بيدل على تجديد ذكره بين الناس اما لو سمعت يعني سمعت شخص متوفى تعرفه بيخبرك ان هو ما متش ده بيدل على الصلاح حاله في الاخرى ورؤية عودة الميت مجهول للحياة في الحلم بتدل على تجديد امل في امر بعد انقطاع الامل منه الحلم بميت قريب يعود للحياة ده بيدل على استعداد استعداده حق من اه المراس الخوف من المتوفى بيرجع الحياة مرة تانية في الحلم بيدل على الندامة على ارتكاب المعاصي ولما تشوف ميت ترجع الحياة مرة تانية اه وتهرب في المنام ده بيدل على كسرة الزنوب اه والخطايا رؤية عودة الميت للحياة مرة تانية وان انت بتتكلم معاه ده بيدل على الصلاح بيدل على قدوم الاخبار المفرحة اه بيبشرك ان ان شاء الله في زوال الهموم المشكلات اللي انت بتمر بيها واللي يشوف المتوفى بيرجع الحياة مرة تانية وبتحدث معاه وبيوبخه في الحلم ده بيدل على البطر اه من افعال المكروهة في الدين واللي يشوف النمات بيرجع الحياة مرة تانية ولكن لا استطيع التكلم معه اه دي معناها يعني مجلسة الصفاء ورؤية عودة الميت للحياة مرة تانية والسمع كلامه في الحلم دي بتدل على يعني السماعة العزة والرشد اللي طبعا ازا كان الميت ده بيرجع الحياة مرة تانية ولكن هو حزين ده بيدل على النقص في الدين اه واللي يعني الشخص اللي يشوف ايضا ميت رجع الحياة مرة تانية وبيكلمك وبفرق في الحلم بتدل على حسن طاعتك والميت لو شفت ان هو بتشاجر معاك ده بيدل على ابتعاد عن الدين ورؤية عودة الميت للحياة والتحدث معه بغضب في المنام بتدل على ارتكاب المعاصر حبا في الله ربنا بقصر لكم بكل خير اتمنى اه لو اي حد عنده حلم او رؤية وعايز يفصرها يكتبها لنا اسفل فيديو احنا بفصر لكم فاصل وقت ماتنسوش تشيركو فالخنات فعلاوك قراص على شرقكم توسع لك برقادر من كل ناس وليل قبيد او خرص للم عليكم